مرحبكم في أمسة الجديدة من أمسيات الباحثين السودانيين في محيط التفسام القياد العام سقطت ما سقطت سابيننا سقطت ما سقطت سابيننا طيب اليوم بنسبة الإنقطاع على الكهرباء وكان في مطر غزير جدا جدا النادي بتاع اللغة الإنجليزية ونادي اللغة الفرنسية موضوع بتاعهم الهومن رايتس الهوى الإنسان ففكرنا إنه نعمل حاجة مبتكرة لأنه نقوم نضمهم كلهم تكون الحلقة النقاشية بتاعتنا عن الهوى الإنسان لكن بالسوداني بالعربي وبالفرنسي وبالإنجليزي الثلاثة حاجة فأسي معنا هنا أساس اللغة الفرنسية وأساس اللغة الإنجليزية وعدد من الشباب الباحثين وكده فكلنا حنتناقش حول موضوع حقوق الإنسان فنبدأ بتأطير للموضوع حقوق الإنسان أو الإعلان العالمي حقوق الإنسان الـ Universal Declaration of Human Rights جمين وين وكده وبتاع مع أستاذ حسم فضل أستاذ طيب بداية السلام عليكم ورحمة الله إزانا وحبانا المتابعين لمبادرة البحثين السودانيين الموضوع اليوم هو موضوع هام والحديث عنه يعني في استدعي الوقفة من الجميع حقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مبادرة من الأمم المتحدة وميثاق وقاعد عليهم في معظم دول العالم والفكرة بداحته هو إنه الناس في شتى أنحاء المعمورة يعني لهم نفس الحقوق فبالتالي ما في أفضلية بتاعة الإنسان على آخر من حيث ثقافته أو لونه أو عرقه أو كده فالإعلان العالمي حقوق الإنسان هو أفضل استلهم من الدستور الفرنسي اللي هو يسيق بعض الثورة الفرنسية وبين مفاهيم رئيسية يعني ثلاثة مفاهيم هامة هي الآن بتمثي شعار الجمهورية فرنسا وهي الحرية والعدالة والقوة أو التضامن فالفكرة إنه أو أهم مبدأ في الإعلان هو كان إنه جميع الناس ولدوا أحرار وولدوا متساوين فهذه الفكرة الرئيسية ومحتاجين أن أسمع آراءكم الليلة عن الموضوع ده ونشوف أسئلة تروم أو بعض الأشياء اللي حابين يكون فيها تضيحة كثيرا شكرا 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 جزيلا السلام عليكم جزيلا جزيلا من الناس الذين يستمرون هنا ومن الناس الذين يستمرون هنا من وصل الشيخ كما فرنسا هنا جزيلا جزيلا وضع هذا هجا عن هذه الفكرة كأن الشيخ ومحتاجين محتاجين همتاجين همتاجين منظام محتاجين محتاجين شكرا قال أجل أو أو إذا أجل همتاجين همتاجين الحياة إرقا وغيال إرقا 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 a freedom of and slavery and a rights to education and work so a rights to work and education So this was adopted in 1985 and drauf 1884 It was the first try to have the human rights والألوان يجب أن تكون同じ طريق المملكه لأننا لذلك نحقنا لذلك نحقنا في أفريقيا في أفريقيا نحقنا لذلك لكننا نحقنا لذلك ولكن هذا هو من المهم شكرا شكرا ما are you? شكرا. شكرا. الجهاز في الاجتماعات الصحيصية مصرحة في الاجتماعات الحقيقي ويجعلون مقابلًا هذه المساعدات هم بسعادة للحليلية في الجهاز لذلك أفهم أو أعتقد , من يجب أن يجب عن معروفاً لذلكية مشرواتي لقد فتظهر بكرين ويجب أن تكون حقوي بشكل تصوري على الحقيقي منناولاً تجانبس و تحزن ثانيسي وانن لعدى دوراء إنه المال يدعون كثير من الطريق هل الم stereotypes المال يدعون للغاية أيضاً عليها لوعتهما بين أطلقاء ذهاتي انه هذا المال يدعون إنه أريد يدعون أن يسولون الواحد ومنحن أنه نقصد على مرحلة إ lithiumانية هاتف أمن يتحدث عن مرحلة من المساعدة محمد حفزة قلت تقول ماذا كانت هو الناس في السودان حسنًا حسنًا السلام عليكم أعتقد أن واحد من الحياة الذي يتحرك من المتحرك في ديسمبر الماضي هي أبسط حقوق الإنسان اللي كنا بتطلع عليها الفرية والسلام والعداد وكل الإداعات اللي بتقول إننا نحن طلع عنها عشان نتعيش ولا عشان البنزين ولا عشان غير وكانت حياتنا مغلوطة كماما نحن بقولنا نفتش لأبسط حقوق البشر الطبيعية إنو يعيش بطريق بتساوي بدون أي درجيات لها علاقة بالفكر، باللون، بالجنس، بالجنس وكانت دي واحدة من الحياة اللي عشان كده الإجماعة بتاعينه كل الناس كانت تتفق حوالينا الثورة دي وكانت تتفق معاها يعني وكل المبادلات اللي كانت بتكون قبل كده كانت بتنسى في وقت من الأوقات الحاجة اللي كنت تفتح لها دي لكن كانت واحدة من الحياة مهمة جداً الحريات ما فيها، الحريات عن التعبير والإعلام وغيره يعني بأعتقد الإشارة الموضوع ده اللي لانتقوين في النادي واحدة من الحياة مهمة جداً وأعتقد إنو كان بحتاج مننا نفروص أكبر من كده بإنو يحضرونه الناس أكبر من كده لكن أعتقد انتم محتاجين الموضو ده في نطاق أكبر الليلة الموضو ده هتعمل أوتلاينز كده لانو أعتقد حتى المداخلات حتكون في اللايف حتكون أكتر مننا لانو أعتقد انتطرقتوا موضوع مهم جداً جداً في وقت حساس جداً جداً كل من ياتي لديكم التوفيق في الجوة نحن فيه ده وانا مايشي حقول ليكم سقطت ما سقطت سابنا 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 لئنا سابنا انا أضغط بعض الأشياء المعارضة المنظمة يمكن أن يكون مقبولة أو أسلم أو مقبولة بمسارسة كزوجي من الأصوار ومن المنظمة كلما يريدون سيارة لكنما يريدون سيارة ونحن نتعرى كلما تريدون سيارة لن نرم الكبير من حدود، نحن نريد الإستراب When we want to have time, we want to have health We have these definitions of human rights, to be dignified But what stops human rights in the Western definition of it being accepted is that it can be misunderstood as being an opposing religion كما تعلم أنها تقرأ في البداية تقرأ في البداية أن تفعل كل ما تريد في حياتك تستطيع أن تكون مرحباً لكن هذا لا يستطيع إيقاف في سودان لبداية لبداية فعلاً فعلاً يستطيع التقرأ في البداية لكن عندما لا تحبها they don't support it so before the revolution started by by Oriana by less than a year there was this shabbat talk and everybody attacked a person for expressing their idea of wanting to wear and move around the country whenever they want and no matter the timing everybody attack that freedom but when the free when the other freedom of expression was expressed in December it كان لدينا أشهر بأنه يساعدنا لكن في بعض الوقت الحدن الله على الحدن الله ومن الثاني الأخرى يكون من أخرى يساعدنا على المحظة لأنه يجب أن يجب أن نحصل على الحدن على المحظة التي يستطيع العظيم لأنه مجتمع بأن أشهر بأننا نحصل على الحدن هذا هو مجتمع المدى عندما نساء الخريطة. بعض الأشخاص يقول شديده على الحرام. بعض الأشخاص يقول أن الإسلام هو قيمة أفقافية الحرام. و بعض الأشخاص يفقلها. هذا هو الحاقة. شكرا جميعا. هناك إنتانية. كيف يمكننا نستخدم الحوكسل عن الحالة في 받고 الإعجابات كل على الأشخاص العضوية؟ كيف يمكننا نستخدم الحالة؟ إذا كان بإجراءك لتعرفة الاستثناء هذا ليس ما أريد أن أفعل ولكن هذا يبالي والجميع يسابق إذا كان بإجراءك لنعم مثل لنحن أن تفعل طيوب فضحًا أنا كنت ببسزن في هذا المدد من أن تفعل صفحي ويأيني غير صحرك هذا ما لنحن أنت ببسزنة في هذه الحياة شبائل أن تشعر أسفل صورة تسعر أسفل كما تشعر أسفل أنه حداً لكي تشعر في الناس وهذا هو من يشعر أسفل ونحن نسيق بطريقة أو يستطيع أن تشعر فيها شكراً لكي أسفل شكراً لكي أسفل لكي أسفل تسعر سيداً لكم أسفل بجد وضع هذا يطبقى الأمر بشكل أهم، الحالة لدورة الأحضرية من المنزل الأجراء تقليل من الإلعافة دورة الأحضرية وهو محدثة من الكثير من كل المنزل وطبقاً من المنزل الأحضرية فعالية. نتحدث عن الغرق نفس 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 نفسي. لكن لدينا أيضا في الحقيقة كل المثالى يملك في الحقيقة أيضا في الصلاة لذلك كل هذا معناً لطلاة ولكننا أيضاً لطلاة لذلك الرئيسينا في ايضا عندما يدعون لدينا ما يمكنك ماهذا يفعل ذلك؟ ويجب أن يكون كله علاً للغاية ومن يكون مستخدم بشكل حيالي يقوم بأنهذه المستخدمة أولاً ماهذا سيطرق إلا الوزنهات الآن هناك مما يوجد اليوم مما يكون مزيداً في هذا المساعد لكن لا يوجد عزوا أن في الوصول Haven لا ي تقرر بأنه لا يجب أن يتعرف على علامة كتيرا في أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون هذا هو ربع أن يشارك في هذا التكالي كما يجب عليها أيضا لدوجه بإعادة الأخبال لأنه لفاتح كل من المهم بدلا يجب عليها من الحقيقة لكننا لن أجل يجب أن يكون هناك الأخبار بيننا في termes من الناس أو الناس أو الناس أو الناس لأن الناس المعاركة هي فعالنا لذلك يجب أن نقوم بأسرار لذلك شكرا 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 حسنا طيب الإعلان العالمي حق الإنسان الـ Universal Declaration of Human Rights في ناس كثير جدا أخواننا بكونوا عارفين أن السودان موقع على الميثاق العالمي حق الإنسان والقوانين الدولية طبعا الدولة لما أنت تكون عضو في الوان المتحدة وتوقع على المؤثيقة الدولية بالتالي قوانينك المحلية لازم تكون متناسقة مع القوانين الدولية فما هو الميثاق العالمي لحق الإنسان؟ الميثاق فيه 30 مادة المادة الأولى أنه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ده دين إمرأة واحد دين إمرأة اثنين أنه لكل إنسان الحق تمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز وده حاجات يتماشى مع الدولة المدنية التي يطلبها كل الناس يعني لكل فرد الحق في الحياة والحرية يعني لا يمكن أن تكون حياتك الفوضى التي تحدث عن الدعم السريع وكل يوم شهيد ده سلب حق أساسي من حقوق الإنسان اللي هو الحق في الحياة يعني لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص يعني برضو أنه ما يكون في قصة بتاع الاستعباد واسترقاق وكذا لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة وده بذكرنا هنا الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان كان بيتم قبل جهاز الأمن والمخابرات وكل الدولة العميقة وماليشيات الكيزان وإلى آخره فدي حاجة في الإعلان العالم هو الإنسان محفوظة أنه لا يعرض أي زول التعذيب لكل إنسان أين ووجد الحق في أن يعترف بشخصيتي القانونية وبنشوف أنه في ناس كثير جدا بيكونوا أنا ويقعوا بإمكانهم وركم بواسط الدولة يعني مثلا زي في الكويت عندهم حاجة يسمى البدون كان في كلام إنه يجيبهم ويقعدون في السودان وكلام زيادة فأي زول لازم يكون عنده هوية عنده موضع كل الناس سواسية أمام القانون وهذا بتوري أنه دولة القانون دولة مهمة والناس ستكون موجود فيها لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكمة الوطنية لإنصافه طبعا المحكمة الوطنية في الدولة لو ما قامت بحقها الناس بتلجأ إلى المحاكمة الدولية وده السبب الأساسي انه ترفع قضايا من مجلس الأمن لمحكمة الجنات الدولية ضد أربعة أشخاص عمر البشير وكوشيب وعبد الرحيم وحمد حسين وأحمد هارون ده المطلوبين لأنه الأوانين بتاعتنا هنا ده ما أنصفت الضحايا الضحايا الانتراكات لكل الإنسان على قدم المساواة التامم على الآخرين في أن تنظر قضيتها من المحاكم مستقلة نزيها نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقي والتزاماتي وأي تهمة جناهية توجه إليه يعني حتى الآن الكيزان ديلا أنه عندهم الحق كبشر أشك في أنهم بشر عندهم الحق في أن يحاكموا يقدموا لمحكمة عادلة يعني الكلام ده ما بيمشي ما في زول بيمشي حقه بيده في نهاية القانون والدولة المدنية بتنصف حتى الزول الظالم بتنصفه أكثر من أنه الناس يمشي يتأخذ حقها بيدها المادة 11 إنه كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته كدام المحاكم المادة 12 لا يعرض أحد لفصل تدخل تعسبه في حياته الخاصة أو أسرته ودينا حماية الخصوصية يعني كل واحد فينا عنده حق في إنه وافزه للجسس وراه واللي يفتش تلفونه واللي كده زي ما كان بحصل في الفوضى إنه جاي التموكب واللي بتاعهم يفتحوا يشوفوا الصور والإلبوم والاستيديو والأولادك ومرتك كلام فارغ شديد يعني لكل حق حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة يعني حق التنقل ده من حقوق الإنسان بعدين لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى اللجوء السياسي أو الإنساني دحق من حقوق الإنسان يعني ما في دولة بتتخضل عليك وإنما بيتدحق كيف تبتطالبه وتطلب الأمان في دولة تانية طبعا الحكومة بتاعت الإنغاز والفساد بتاعهم كان بيعملوا استيقمة يعني يقول لك يا أخي الناس اللاجئين ديل والمعارفشين ويتزول بيتعزبه هنا ويتضيق عليه في حياته ويترفضه من شغله ودائر يكون قاعد لك هنا مزلول يعني ولما نمشي بره ويتكلم تقول لأخي التلو راجل ما تجي هنا يعني مزالة كلها بتعزبه عضلات بس يعني تمام؟ لكل حق التمتع بجنسية ما يعني كل ذلك لأنه في نهاية الدولة القطرية هي الحاكم العالم لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكارا طبعا بيتشوف في كتير من الدول بيتشيل منك الجنسية طبعا في دول عندها جنسية وفي دول عندها تابعية يعني أنت بتكون تابع لأسرة أصلا ما عندك جنسية يعني تابع لبلدك وإحنا في السودان الفخورين جدا جدا جمهورية السودان كل المواطنين سودانيين يعني ما في ذلك منتسب لأسرة ثاني حاجة للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزويج التزويج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنسة أو الدين الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولا حق التمتع بحماية المجتمع والدولة المادة 17 لكل شخص حق التملك بمفردها وبالاشتراك مع غيري لا يجوز تجريد أحد من ملكي تعسفا لكن طبعا الحياة اللي سرقت يعني لو سرقت لك حاجة إنت كنت بمسؤوليتك بفساد ولا كده ما بتقدر تقول والله دي حاجة حقتي المادة 18 من الإعلان العالي بحوال الإنسان لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين يعني دي من الحقوق الأساسية بتاعتك تعتقد شنوة اللي بتاعدي ما في ذلك يجبرك عليها المادة 18 لكل حق لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير يعني الفريدم والسبيتش دي واحدة من حقوقها كتة حقوة الإنسان ما هيبديك لاح يملكي ولا البرهان ولا البشير ولا غيري ده حق كتة ده وتقدر تعامله عبر الصحف ولا السوشيال ميديا ولا كده وأسيا نحن طبعا من الحتة دي برضو من دين إنه في وسائل بتاعت الإعلام تم تكميم أكفاء هنا في السودان وده يوري إنه الدولة ليسه ما سقر موجودة لحد داسي حكومة الكيزان المادة 21 لكل حق الفرد في الاشتراك في إدارة شؤون العامة لبلادهم أي زور ممكن ترشح لأي منصب ولأي حاجة في بلدك تمام؟ المادة 22 لكل شخص بصفته عضوه في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي هذا من الحاجات من حقوقك المادة 22 لكل شخص الحق في العمل ولو حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما لو الحق الحماية من البطالة كونك إنك تكون بلاقي شغل في بلدك من حقك إنه الدولة عبر الضمان الاجتماعي توفر ليك الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ لأسيما في تحديد معقول شعات العمل وفي عطلات دورية بأجر يعني إدتا الليلة دي لو شغال يفترض أنه في زمن محدد يجب أن يكون شغال فيه ما تشتغل صخرة أكثر من زمنك ما علي كيف مرؤوسك إنه يعمله قدام الحقوق الإنسانية المادة 25 لكل حق في مستوى من المعيشة كافة المحافظة على الصحة والرفاهية له وليسرته المادة 26 لكل شخص الحق في التعلم ويجب أن يكون التعليف في مراحله الأولية والأساسية على الأقل بالمجان دي من حقوق الإنسان ما حاجة عطية مزيم من الحكومة ولا من الدولة المادة 27 لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي في الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من النتائج هنا في طلب طلب يقول رجاء الناقش بقية في طلب هنا من الأخت فدوة رفاعي يقول رجاء ناقش بقية المادة اللي هي حرية الأديان وتغيير الدين فإذا كان في زلحة يغير دينه فكيف نقدر نناقش المتدين والحق ذاتك الحكري تمام طبعا الحق في أنه يغير دينه ولا بتاعدي ده حقك يعني لكن الحق في أنك تتختطي في الحياة العام وواسطة الإعلام وتخليها قضية الطراية العام دي أعتقد أنها المشكلة يعني أنا ممكن الليلة غير ما أعلن أنه أنا غيرت ديانتي أكون بمارس الديانة الثانية لكن كون أنه أنا خليها هذي قضية الطراية العام واحتكر المشهد وبتاع بواسط بعض النشاطاء يعني الناس اللي يكون بتعريفهم أو كده بحاول أنه أنا خليت الإسلام وعملت شنو وتبقى دي القضية الأساسية دي أعتقد أنها بيكون نوع من البروباقاندا فإنت ممكن أن تمارس في رمضان ده نحن قاعدين في الاعتصام هنا جالدين رمضان في أمانة الله ما في زول بيسأل زول ولا كده ولا فتاة لكن في ناس الواحد بيحاول بحيث أنه يكون القصة كلها مسلطة الضوء عليهم أخوان المجتمع بتاعنا فيه ناس كويسين وفيه ناس ما كويسين الناس المكويسين ديال ممكن فيه ناس ده يستخدموا أجندة شخصية على الأساس أنه يفرضوا على الرأي العام يعني زي ما في زول بيكون كوميتد لإسلام ولا لمسيحية ولا يهودية أي دين ثاني حق المجتمع ذاته إنك إنت مات تحاول تزعزع ولا كده لكن حق الاعتقاد ده حق يعني حق ربنا كفلوا لنا قبل الإعلان العالم حول الإنسان إنه إنا هذيناه السبيل إما شاكر أو إما كفور إنت بطريجتك يعني ما في زول بيقدر إهدليه وزول لإحته لكن هو حق من حقوق الإنسان ما في زول بيقدرين كيروه وحتى القوانين ذاته في السودان هنا مفروض إنه بتحفظ الحق بتاعك في الاعتقاد يعني في السودان هنا في مسلمين في مسيحيين في كجور في وثنيين في لادينيين ديل كلهم موجودين ومواطني سودانيين حقهم وحق أنا واحد ما في زول بيقدر يفرض أجندته المادة سبعة وعشرين المادة ثباني وعشرين لكل فرد الحكفي التمتع بنظام اجتماعي جولي تتحقق بمقتضاء الحقوق والفريات المنصوص عليها في هذا الإعلان التحققاً تاماً المادة ثباني وعشرين على كل فرد وأجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيتي على أن تنمو نمواً حرًا كاملاً يعني كل زول شخصيته تنمو بطريقة هو الدائرة هو المادة ثلاثين هذه آخر مادة ليس في هذا الإعلان نص يجوز دأويله على أن يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام لنشاط أو تأذية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه فده أدي كان سريع على الإعلان العالمي هو الإنسان اللي هو موقع عليه والدول وكذا إن شاء الله الناصر جعله وتفهمه كويسا شكرا جزيلا لك سؤال شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سؤال أنت شكرا جزيلا لك سؤال شكرا جزيلا لك سؤال السلام عليكم جزيلا جزيلا لك سؤال أهم ومن ذلك السلوات يخبرتني We don't have any kind of human rights, which means we are dealt with non-human We don't have any rights from what was mentioned So we are not animals, we are wise people with wise minds and we are people who work hard, even the education here in our country is not that education which opens our mind We do work ourselves, by ourselves мы не имеем никакого. поэтому мы должны расширить наши силы для того чтобы они знать что они имеют правила humana что они имеют правила humana значит мы собираем что мы не знаем теперь мы знаем правила humanа поэтому нам нужно enseñать людям правила humanа это мой point спасибо I think Mr. Martez أبداً. مرحباً. شكراً لك. أعتقد أنه هناك تحدثت الكثير من المستقبلات المستقبلة ومن المستقبلات المستقبلة. بالطبع سدان كانت أولاً في هذا المدينة ولكن لذلك لأننا نحن نقل بردئة قرارة لا يوجد ذلك. وكذلك مرحباً ممتعاً سنة الأعبادة سنة النبطة لديه من المنزل ونحن لم نقل بحاجة كل المنطقة ومن المنزل من المنزل المدينة ومن المنزل من السنة ولقد تم اشترك المنزل من مجتمع المنزل تجيز الانترنت على الاشياء من الأحياء من الولايات المتخفي لأنني أريد أن تريد بشكل ديرت مالحق لأننا لا تريد المشكلة المالحق لأننا ننامون مالحقق المالحق تريد المشكلة المالحق الأمر الأمر مهمة مهمة ليس فقط يجب أن يكون صفحة الوطنة ليس فقط المدينة هذا هو مجبب شكرا 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 سيد بارل تلي من هنا حسنا 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 هذا سيد 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 سيدانيزية كانت تدرس سيد ومن قبل 2005 قبل البلاد من المقبلين من المعارضة المعارضة بين المقبلين المعارضة في المقبلين نحن لدينا مردًا توجد بإطارة لديناك المرتبطتة وكل أبداً ، هذا؟ هذا، رحبًا، ما في واحدة توجد بإطارة التي ذكرتها تعودت بطبط بإطارة وبيتس فمحاً ويجب أن تتبع برؤية الحقيقي، وأن يجب أن تتبع بفرقات ثم كيفية الحقيقية في الوطن التواصلك على التعليقات التعليقات من المترجمات وليسى أنت تتبع الوطن التواصل الراحة يجب أن يستطيع الهباع من المجتمع بالطبع والطبع لذلك أيضاً من المجتمع يجب أن يجب أن يستطيع الهباع إلى المجتمع على الموجودة يتكون في العزاء يكون في المشاكل آربيتراك في تجربة وراءة وراءة تجربة في تجربة المساعدة وهو تجربة تجربة لتجربة تجربة في القانون حينما يتراجع الهن الوحيد من العنام يتعجب أن يتحقق من المملكة ومن المملكة للحياة والحياة المتابعة وصالح يتعلم الذين يتعرف المدينة من المدينة في الفرس شهر في حانك من قبل سدانيا قلت كل ما فعلته و ما فعلته عنه من المعرفة و اقصد كل ما فعلته وعطيه، و نشألها نسألنا الهوضة ونسألنا أيضاً بسيطة ونسألناه إذا كنت أمضى في السودان فهو يشاركي أرهن في المرحة ونسألنا بالأسفل ونسألنا بسيطة قد إذا كانت من المستشفر في المساكل في نواصل هذا و نخافة أمام المعيشية لأنه يحتاج لعشه لأنه يحتوى المحتاج لأنه يحكم بحجال يحتاج إلى الألوبة وتعافه نحن على المعيش لأنه يحتاج إلى الألوبة ومتعه يحتاج لعشه بحجة وكما محجبها شكراً لكم الناس يجب أن تسألون للمشاهدة نحن نحن سعيدة عندما يكون لدينا مجموعة معنا الليلة واختنا موضوعنا طبعاً عن الحقوق الإنسانية فحقوق الإنسانية يتمندمنا حقوق المرأة وحقوق الطفل فبس حابين أنت نظرك في تورينا الحقوق اللي كانت هنا موجودة في السودان هل كان هناك حقوق الإنسان في السودان؟ هل كنا بنمارس الحاجة دي؟ ومحتاجين شنو الحقوق اللي نحن محتاجين ليها وخصوصاً المرأة شنو الحقوق اللي هي محتاجة ليها لا أعتقد أن هناك حقوق الإنسان في السودان ربس حقوق الإنسان حقوق الإنسان وفقوق الإنسان وفي السودان مثل النظام العام نظام العام يستخدمها لتعطيها 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 لذلك لا يتعطيها لا يتعطيها لأنه لا يتعطيها لأنه لأنه لا يتعطيها من المشاهدة لأنه 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 لا يتعطيها لا تعتقد لأن الهاتف ممتاز هذه المحاولة لأنها الآخرى من تعتقد أن الهاتف أن الأمر تستطيع سلطة الوحيدة لا تستطيع سنفتح الوحيدة سنفتح الوقت لأنه كان قبل 30 سنة سنفتح الوحيدة سنفتح الوقت مرة تقليلاً لشيئ الوحيدة كانت المتغنية ولكن سنفتح الوحيدة ومشكل ما سيرى ولكن uses الشيء أو غيرها الملائجة سنُشتبهم هذا سويا شكاك بسم الله الحمري أهل و سيلوه وعندما سيدنا محمد الله سلام الجميع في الليلة تشاهد أن الناس تناولت موضوع هام جدا جدا وأعتقد أن الناس الخلف الكوليس والذين يسمعون الآن تكون عددية كبيرة جدا فالموضوع حادث جدا جدا فأنا أتكلم عن شيء واحد وهو الإنسان الوحيد في العالم وهو المحروم من أبسط حقوق الإنسان أنا أعتقد أنه الإنسان السوداني يعني أبسط الحقوق والسبب هو الحكومة السابقة فأنا الحقوق كثيرة جدا جدا كان مفقودة هنا في السودان أنا دارت أخذ جانب معين لكن هو الجانب العلمي يعني السودان وافر بناس علماء بناس باحثين يعني وافر بكل الكفاءات كانت موجودة هنا فهما الناس حاليا ما موجودين معانا هنا السبب هو الحكومة السابقة لأنه أساسا ما أعطون أبسط الحقوق على أساس أنه يمارسوا يعني يطلعوا العلم بالخارج عشان الدولة يستفيدنوا في تنمية حاجات تانية كويس؟ لأنه أساسا الدولة كانت محتكرة من غبل يعني ناس معينين فأنت أنا كباحث أو كعالم عندي أي مشروع داير يعني أفيد بالمجتمع أفيد بالدولة بقوم بعرض المشروع بتاعي لشنو لجيها الأساس الممكن يعني تطور لي المشروع فأنا لما نمشي لجيها دي المشروع بتاعي أو البحث بتاعي ما بكون فيه اهتمام هذا السبب الرئيسي يعني نمو الدولة ونمو المجتمعات بيكون بالباحثين وبالعلم ما فيه دولة يعني الليلة نحن نظر مسأل بأوروبا الليلة أنا لو كان عندي مشروع في أي دولة أوروبية بيجوا الناس بمسكوني بخدوني هنا وبعينولي ناس على سنو قل لي أخي يشتغل لينا مشروع عقدة على سنو دولة تستفيد وبصرف علي أي حاجة أنا محشائلة ممكن يعني يوفر علي فهنا كان حاجة مهضوم بالنسبة للناس الباحثين وبالنسبة للناس العلماء اللي كانوا متواجدين عندنا هنا في السودان وحالين هم كلهم شنو اوتسايد يعني كلهم خارج السودان فيعني الشيء الممكن تخلي يعني الإنسان السوداني يمارس يعني مش الباحث السوداني بتكلم عن الباحث السوداني لأنه خط جانب معين والعالم السوداني إنه مارس حقوقه بالكامل الدولة المدنية اللي لانه أنا اللي لما نجيب لي إنسان مناسب في المكان المناسب لما أجي أعرض لي والمشروع بتاعي بيقدر يتفهم الحاجة دي وممكن يعني يصرف عليها ملايين الدولارات لشنو عشان يفيد مجتمع بيأكمله يعني اللي لانه لما نجيب أحزم ما بفيد لي يعني جيه معينه وفيد لي وزاره مثلا مؤسسة مع علالة أنا حفيد مجتمع بيأكمله فيعني أن إحنا بمطالب الحكومة المدينة لشنو عشان يعني الحقوق المهضومة يعني في المجتمع السوداني وبالنسبة للباحثين والعلماء السوداني ترجع زي ما كان والناس الأساس المتواجدين خارج السوداني نجيون راجعين عشان ممكن يطوروا بلدنا فيعني الدولة من دون علماء ومن دون باحثين ونخلون يأخذوا راحتهم بالكامل يعني أي حاجة هم محتاجين لأننا يمارسوا حريتهم بالكامل فإن هناك مشاريع منهم فأنا أخذت الجانب فنتمنى يعني الناس تكونوا وقفة واحدة نتكون دولتنا المردانية عشان نلقى العلماء والباحثين بتاعنا السودانيين يقدروا يمارسوا يعني حقوقهم بالكامل على أساس أن يفيدوا المجتمع بتاعنا في السودان فديوة تحت نظري شكرا لكم شكرا جزير إذا سمحت لي لقد أثرت نقطة مهمة جدا فنرى أن هجرة العقول في كافة نحن العالم عقول سودانية مستنيرة ومتقدمة جدا ولقد تقلدوا مناصب أولياء هل تعتقد أن هذا تم عمدا من قبل الحكومة السودانية ولماذا؟ نعم سؤال جميل جدا أي شخص هنا متواجد عارف الكلام أنه تم عمدا لشنو لأنه لازم أن تكون تابع للنظام لأنه عندما تكون تابع للنظام يجب أن تنفس سياسات النظام والناس العلماء يرون الكفاءات الأساسية هم شغالين مدورين العالم هم حاليا معظم العالم يعني مدورون الكفاءات السودانية فهما عندهم أراؤهم ونظراتهم تجاه تنيمة بلدهم هنا في السودان فأقول لهم لازم تتبع للنظام تتبع للنظام معناه أن تتمشي وتمشي بتعليماتك أنا كباحث وكذول عالم لا يمكن أن أطلق تعليمات من ذول أقل مني ونفهم الأشياء أساساً لذلك هذا هو السوق الرئيسي الذي يجعلوني أن هاجروا خارج السودان ويسأل ليلة عندما أجل في وزارة التغانا الوزير التغانا هو أساساً عنده فكرة عن التغانا أنا ممكن أتقبل نظرياته لأنه أساساً يمكن أن تفيد الناس هذا هو السوق الرئيسي في أن الناس الذين هاجروا خارج السودان هم أساساً ما هم تابعين للنظام هم فتلقوا تعليمات أساساً ما عنده أي فهم أي فكر أساساً هم دارين يقدموه فمعروف أن زمان هنا يا أخيتي أنا بقيد مع النظام يا خلاص فهما أساساً يعني هذا هو السوق الرئيسي الذي هاجروا إلى خارج السودان نتمنى أن الكفاءات كلها تجارة على السودان على أساس أن في المستقبل السودان هو محتاج لون يعني محتاج لكل هذه الكفاءات في تنمية يعني الجيل الحالدة هو محتاج لون يعني مش الجيل السابق في جيلهم لا نحن دارين يعمل لنا توعي لجيلنا الحالدة على أساس أن سودان و أتمثل تشبه هم شكرا لك أرجم الناس للعسلم لك كما قلت المستقبل المستقبل هم محتاج لك جميع أصبح يسمى أكبر 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 في المستقبل كل لأنه كل الأشخاص نسيطاني من دقائم و يجعلهم و نحواني و يجعلهم و يجعلهم و يجعلهم لهم لأفرق و يجعلهم من يجعلهم و يجعلهم و نحواني بحالي هذا ليس لأسيقنا هو أكثر من الأفضل لأنه يبدو أنه نحن جائزا في المقالة والمقالية لن يكون هناك مقالد من المقالات على الراسة على الوصول على الوصول على الناس و على المقالة نحن نحن نجد سيكون كثير من الناس ونجد نجد لجب أحسن وليس هذا ولكن هناك فقط يجب على المساعدة على الرئيس المستقرات من هذه القرارات المتجموعة ثلاثة تقديم وفرقة تقديم المساعدة لكن بعض الشعب مثل الإسلام تقديمها تقديمها شكرا لك نعم 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 شكرا مجرد وحشبه وحشبه أحمد حرون سنة وحشبه من شبه وشكرا وحشبه وحشبه والحرور حرارة محرارة حرارة 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 موسيقى بنفسنا عندما أولاك ذلك عن هذا الرخمي. لأن هذا الرخمي نحن نحن بالطبع من هذا الممكن وقصة داخل هذه المستقبلة. لكن أيضاً تبقى أنهم يعلمون نفسه أنهم رأونا. أنهم سحونا. لأننا جميعا مشابهة. حتى أولاً يحيث بالذائفة تدريد الذي يكن فيها المقابلين أنهم مقابلين ليس الاولاد. لأن عندما يكون سيباليًا، يجب أن يقوم بخلال كل شيء يجبه. إنه يقولون أنهم تُطريبون يجبونيًا ولكنهم لم يفعله. وهذا أول وقسمهم بالسجوارات للتعاملين أو كيلادين، ونحن حتى إلى أنهم ومجدونيًا. بالطبعًا، لقد أسهلوا الإنتظامات لم يكن من المشكلة في هذه المشكلة لأنهم وعلموا أنهم وتعلموا أنهم نحن لديهم ماهو حفظتنا للناس تماماً جداً وهذا ليساً سابقاً للهنسية وليس لا يتعاون من المجتمع وهي محافظة نحن الخطأ انا لم يتوقع الى ان هذا الناس المستخدم علينا نحن 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 وقالاً ينشف لكي تتحدث عن هذا الناس المستخدم لكن على الأقل، لذلك منذ السلاغين نقام بأن هذا الرجيم تقوم بيحرارة دعاكم سورينيسوا، تنسوا، تقول شيء نعم، لتقول نعم. لكن أيها destroyينيسوا، لذلك كم بحرارة من الصلحاء. أشتراكم في جشخة مقتربين، أحدهم منا من الذين التقتربوا في هذا الرجيم. وأضع كشان لذلك أصدقائي، لم تتوقع هذا الرجيم بيحرارة. الآن لمعرفة الأفرnent خارق. two days ago when I came here I told you that I was in South Africa I knew that Surreyese nations began to know their rights that's why I came here to know what it's going to be because I was being violated and my rights being collapsed my rights and my people have been totally victimized I was saying that of course it is too late but at least المنزلين يجب أن نعرف مين نظر داخل المواقع مينة نظرين يجب أن يرفض قليل ما فإنه نظر حسابي يجب أن نعرف مينة هذا الشيء لا يتوقف we're never stop هذه المنزلين هم لا يتحدث عن هذا المقادم هذه المنزلة ليست ميزولة لكن أنا سأتحدث عن المقادم الماضيين مع موضوحين التعليقات واردي عشان البردكة لطلبة العديد ، لأن المعرفة والعجميع والعجميع الأمورية تتحدث عن الرجال والعجميع هي نحن نظام منذ بالطبع ويأتدأني أنهم امتعتموا أنهم لم يتعرضوا هذه الفلقية وممتعت هذه هذه الأصدقاء ولكن الآن يكون هناك مرحلة منهم يجب أن يفعلونها المبادرين ويحصلوا على طريقهم ويأتدأني أن أقول لأييه أنني إنه مرحبا أن أكون أسدنية لكن أبداح أنني جديد أوضعي أنني سيئة كثيرا من سيرونس لأي لعمل سيرونس ومع أنظرما منكم ما يقفل لكل سيرونس ليس كمم بإنجابة لن يُعجب علينا الإجابة ومعننا الإجابة بعد ذلك هذه المعás المتحديلية وعقصة المتحديلية يجب أن تعرف تلعها المتحديلية أراها المتحديل لم نتوقعهم لهم لديهم إستغلاء وكون أكثرها كما نحن نحن نعود أمنا نحن الأعبتشياء لعنة هذه الحياة، نحن نحن لاحية ونحن نتعني إنه، شبابا أننا شبابا نحن نحن حبابا في كل منذ هؤلاء مباشرة عن سيكس، عبارة، داشنالي، رجل و اللانغوية هؤلاء عبارة لك و يجب أن تقوم بعملهم نحن ندي الفرصة اللي عمّن كنا إن شاء الله حكم تكلم لنا عن حقوق الإنسان والحقوق يعني الأساسية أبسط الحقوق في حقوق الإنسان نحن هنا في السودان ما كنا بنمارسة فأعود أن نشوف محتاجين لشنو عشان نقدر نمارس كل الحقوق الكفلة لنا يعني يمكن كفلة لنا ربا قبل ما يكفل لنا لمجتمع دولي طيب بسم الله الرحمن الرحيم الشكر والتقدير يتجمع الباحثين بقيادة الأخ دكتور أنور ضف عم حقيقة أنا سعيد و قلت من أول يوم أنا عضو في قبيلة الباحثين وأنا سعيد بهذه المقاشات الثرة الهادئة التي تدرب الشباب على القيادة صراحة القيادة المستقبل في السودان أنا أعتقد أنه يعني ما ظلت أسمعه عبر هذه المقاشات والحوارات هو يعني مؤشر جهيل جدا حقيقة فيما وضح بما لا يدعو مجال للشكل يعني أن البيطية الأساسية في السودان هو حقوق الإنسان والله الكلام ده أنا أقول من فراغ أنا في الخارج قاملت أخذ بنماسي شاب في رجل جمعة فرطوب ولم سياسية انتهت الفرصة بتاعته بتاعت الإجازة وقعت قبله وقال لي يا أخي أنا دير أعمل ماجستير في حقوق الإنسان لأن اكتشفت أنه بصراحة في السودان ما تدعو عارف حقوقه والحقوق المستباحة وهناك أناس خطفوا هذه الدولة خطفوها ووضعها في جيوب واستباحوا للإنسان السوداني وحقوقه يعني الآن الإنسان السوداني يعني قبله يعني يعني التخلص من هذا النظام البائد قلنا يعني في آخر اللحظات شفنا مدى يعني انتهاك الحق الإنساني للإنسان السوداني حتى داخل المنازل حتى داخل المنازل يدخل السيدات المصونات أو الحرمات وهنا يعني داخل منازلهم في وضعهم الطبيعي شيء مخزي ويدعو يعني للأسف ويعني والله واحد يقول يعني يعني ما شاهدناه الانتهاك أو الإنسان في السودان يعني يندى له الجبين بالخجل والأسف فحقيقة في السودان منذ الاستقلال حتى اليوم ظللنا اللي سيروا فيه يعني أطر أو غائية حتى الآن يعني ما محدد الحق الإنساني يعني اليوم مثل القرنة أمس بس لأنه في كان يعني حساسية من واحد ملازم في الشربة ومواطن على طول أفرغ المصوصات كأنه حيوان حتى الحيوان الإنسان بيتأسف يعني بكلف له جماشي في الشارع هنا أنا ممكن أفرغ فيه على المصوصات وهذا يعني أنه المشرعين والمخططين أنفسهم مجرمين في هذا الوطن الذين دابوا على التخطيط والتشريع في هذا الوطن هم أناس من المجرمين وبيخطط المجرمين اللي خطفوا الدولة ولإهانة الإنسان السوداني والصحق لكرامة الإنسان السوداني ويعني هذا يعني لم ولن يقودنا إلا إلى أنفاق أو نفاق مصدق إن لم نتداركوه وحقيقة الحل عندي في مدنية الدولة مدنية الدولة يتعين أن نصر عليها ونعض عليها بالنماجس حتى آخر مصدق يكفي فخرا في هذا اليوم المطير رغبا الواحد هو المطر الآن شوف الآلاف من الناس يعني هرعوا إلى هنا والأمل بيقودوا أنه يعني يحبوا بهذا المطلب وهذا المطلب إن شاء الله سيتحقق 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 بس بالعقلانية بيطنين طيبين المجلس العسكري وإخوة في الحرية والتغيير يعني الإخوة في الحرية والتغيير أنا برى أنهما يعني أخذهم هاشمية والإعلام لأن الإعلام لوحده ما كفاية يعني إحنا الآن محتاجين إلى المخططين والمشرعين والعلماء والفقهاء والمفكرين يناقشوا يعني المسألة بإطار هذه ما بين المجلس العسكري ومجلس القوة الحرية والتغيير والجماعة نحن مستاجين يعني دي واحدة من مشكلاتنا أنه يوجد فجوة بين الماضي والحر فيه فجوة شديدة جدا حتى الشباب الآن الشباب القادة السورة هم الشباب العولة والتواصلين نجحوا لأنه يستخدم العولة والتواصلين يعني فوات صعبة الليل يعني محظوظين يعني لكن فيه يعني فيه فجوة بينه بين جيل الآباء ولا بين جيل الآباء أنا واحد بيعتبر ناسي من جيل الآباء الصراحة يعني وعشت في الخليج ما بيستخدم ما عندي كبير غلط بالفاكس ولا الواطس ولا ايه ولا ايه ولا ايه ما عليش يعني طبعا ده نحن في مرحلة عمرية وقد يكون يعني واحد مع المرحلة العمرية لكن انتو كشباب يعني متطلعين وما شاء الله يعني انتو عايشت في عصر ما شاء يمكن عايشنا عصرا لكن ما مهتمين بالفاكس بالواطس وما شاء به ذلك فحقيقة يعني لا اريد الاطالة ولكن اقول ما شاهدناه في السودات منذ عهد المايوي في صح قرمة انساني جماعة باسم الكشة واسم النظام العام وما شاء دي كلها موجهة ضد الفقراء والله شي مخجل لما تمشي الخرطوم انين تشوف محكمة النظام العام يعني الناس مسحوقين جايين من انجولة ومشعاري فلاص الشيطان باحيانة شعبية خليم يا اخي شنو يعني ايه يعني يشير بمريسة يشير بمريسة مغذاء يعني يعني في الوقت يعني هما في افقر الفنادق بيشربوا البيراب والجمل والشرابسكوب والشنبانية والايه معروفين يعني فتمشي اخي تسحق المواطنين الغلابة وتهين النسوان وتعديم السجون مع اطفالهم والله هدا اسوأ اهانة لكرمة الانسان فانا باعتقد انه اول حاجة محتاجين الى مدنية من غير مدنية الدولة انظم الشمولي بصم هي انظمة فاش قائمة على سحق الانسان وليس هي ما عندنا في السردان الجماعة كل مرة جولهم جنرال الامام الجنرال الامام يوش يبايعوه زي ما شوفنا كيف بايعوا نيميري نيميري جنرال الامام مسيرات المليان واليونية عشان نيميري يطبق الشريع بتاعة الديق بتاعة السبتمبر يقول والله نطع على الناس في البيوت ياخد اسنان ما قال كلام ده اول حاجة الله سبحانه وتعالى كرم الانسان ده وفضل على كثير من المخلق تفضيلا والرسول فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم او سيدنا والخطاب متى استعبدتم والناس وقد بلعزهم اماتهم احرارا يعني فانحنا ما احرار في ظل الانظمة الشهولية القمعية ما احرار اصلا ما احرار النظام العام ده السيف مصرد على حقوقنا قائم علينا يعني انت في بيتك ينط ويبليك انت عبدت وفعلت وللتالي انا في الحقيقة كنت بقرأ كثير الاخونا المحامي القدير نبيل اديب بالتبع عن هذه الموضوعات والله انا من هذا المنبر ادعو ان يجبع ان احنا في ناسنا ما ادينا الحبول الاخوة الاقباط الشريحة مهمة جدا وشريحة متعلمة وشريحة مندمجة في التطار السوداني ده ليه ما في الحكومات ليه ما يكون نجيب نبيل اديب نفسه يكون وزير العد لان انا مهتم بالكلام ده وانا استمعت لك كثير مرة اخذني بجمعة من الاخوان وغالتاشي معانا يا اخي تحضر ندوة النساء السياسيات تحضر نبيل اديب وكصحفي سجلت المحضر واتمنى يوم الايام اجيب المحضر ده اقرأه امامه وفي النهاية اقول مدنية الدولة مدنية ومدنية ومدنية مدنية ومدنية مدنية ومدنية مدنية مدنية وشكرا جزيلا شكرا لك كثير اقول ان شاء الله عمركم عبدالله امام البحث شكرا لك عبدالله امام عبدالله امام البحث بس في سوال هنا الموجه لك النساء المهترس واحدة هذه المسؤولة تكون في انجلسة ولكن سأقولها في دولة الانجلسة سأقولها في انجلسة ثم سأقومها نريد أن تحضر الذين يظهرون أن الناس لا يعطي الانجلسة على المسلمين لا يستطيع الانجلسة لأنهم يظهرون أن الذين يكون في دفك 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 نريد أن تسمع منكم سأكون الانجلسة عندما يجب الانجلسة ام لا بالعربي يا جماعة نحن دائرنا نطمن الناس يا جماعة أنه هل الإسلام حيتأثر لو ما سكوا قوة حرية والتغيير ولا لا السؤال دا موجه للدكتور والأستاذ كل ما بعملوا لك أنا بقى حديتك التواعد قالت هل الإسلام حيتأثر إذا مسك الحزب الشوية البلد بقى والله دي معا سؤال جميل سؤال جميل ماذا صراحة قدتنا محشاين تباد من رؤي أخواني القرح يعني أنا صراحة كنت أبرى وقالفت الكتاب عن ميماني بسبب عبد الميري بسبب عبد الميري بالصراحة هو صدر تعرضت فيه أول مواطن سرياني يتعرض بكل الصلاعات التي دارت بالميماني السرياني صراحة الكتاب جايدا أول مرجع المريد في مجاعة يا مسجدات المسجد أنا صراحة في السودان أمام رقص الله أظهر في عدمينا وفي أي حاجة أنا عارف أن الشباب في مجاعة أنا تبور السودان في قلبي ما عندي قيمة ما عندي قيمة لأن أصلاً ما في حبوب ولا ما في حاجة ما عندي قيمة أبداً يعني أنا مثلاً برة في خليج قد يشار إلى البنات والله يجب أنا آسف تكلمت عن شخص خليج أنا آسف يعني تكلمت عن شخص خليج يعني ضالي السعود كبير ومستقار أنا كنت معاهم وعاوم معاهم أو مساعد فاعرفه قل المدحة كتب رسالة بغجها للملك عبد الله تجير في الجزيرة يقول له معاهم سوداني كذا 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 والله كذا 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 ولا يخشى في الحق لو متلاي أنا في التلاتين السنة الانقاذي ما حصل نادوني من الظبرس ولا قال لي تعالوا ولا حد أشيار ليس أكبر حتى فوقيني زادة أنا قابل أدخل المد مش هتركوني براس بسرحبين معاهم يقدم وأنا الحزب السعود فصراحة كباحة كقراءة بفرد لصق عن كل شيء بل يؤجب بشخص الله يتمنى يترشح حده ويجير التقامع هو أخوه الأساس كباحة الجزيرة ضد بصقه بباحش بقارئ أنا قابل عشرين سنة عندي مجلد 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 الدراسة اللي عملاء أظمه هذا الموصف الأخ كباحة صحابه قابل عشرين سنة ودخلوا الدراسة دي وكان يسانا وعجب له وعجب له من فرض بالإتمام أنا صاحب الورق زاد وما كنت عارف قرأها كلها وقال لي يا أخي وقال لي صفحة كذا صفحة كذا صفحة ناقصة يا جماعة نحن في الظرف الحالي أنا أقول لهم بصراحة قرأت تقارير مركز راند يعني مركز راند اللي هو الاندراسات الاسترادية في أمريكا ودول عندهم دراسة والكلام ده أنا أجيب مرة دخلت مرة وداخل في مجمع الفقه الإسلامي قلت لهم شوفوا في تقارير راند قالوا تاري انتو يا ناس الإسلام السياسي ما حدوكم بصة تحكم وأنا بموجب ذلك في يوم تابين الشيخ الترابي في قاعة الصداقة قلتنا أخونا اسم الشفيع السفير قلت لهم الله تاني وفست وده أمانة أمانة التاريخ أنا أقول لكم قلت لهم فستوا بحي أخبركم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة عن قناة وعاشوا وين وين فالعنجهيات كان يسبوها هنا دي حتى مع الأسف لا أخوان هزيل صالح جد كنا نعمل عن قناة كادية نخطط منهج سودانوي عبر المنهج السوداني والله يكون شي صح. وما تانيا انا افكار الاسلام السياثي ما عايز انها تاني شي صح. والله اناس قبل اقعد معكم هنا مشيت لخيمة المرحوم الشهيد محمد الشهيد الفكر محمد محمد طاحه قاعش محمد. بانه صوالي امتقدت لكم. نفتح جماعة نوافذنا لكل الافكار والثقافاتها. وان احنا صراحي مع الامريكان في التصورات وطالما هم مماسكين العالم لو الله صلتهم. احنا الامريكان نفهم الدين ذات وفهمهم صحيح. الان الساعة جاعدتنا لذاتها. لهم الامريكان ما حدثهم. صراحي. وذين احنا بناخدهم في قطار هم زاد وما يعلم جنود ربك الا هون. دين جنود. جنود ربنا للسلام زي الرياح الموية والرياح والنايدة وكلهم دين جنود ربنا. تراب وشنو والحاجات يقولون دين جنود ربنا نسخرهم دين. فنفهم الاسلام والدين فهم راقب وفهم صحيح. يبني مشى على كلهم. وان شاء الله انا ما عندي اعتراض حجيز. بل انا ما لما شد دار الحزب الشيوعين در النساء السياسية انا الصراحة بطيب انا الجماعة والله يعني يعني اه الواحد يعني اه زي ما تقولي انا مهم صلى الحمد يعني اه يعني ا عنحاب الله يعني كثيرا على الحزب الشيوع. هو اه عملاء و اه ويقولون انت ما انا مباقب الصباح يعني امامكم يعني نازل وما عب ان النسان يعني يعني تعرف بنتمع انها مغفل نافعين مغفلين يعني يزون من ازمان الكلام بالله يجب تلاتي صمع وانا بشيت من حزب الشيوع وحتى قلت الكلام انا بشيت حضرت لدوت بوري في 2014 اتكلموا فيها اخونا ابراهام الشيخ واخونا مجد الجلاد مجد الجلاد ده بشيوع مجد الجلاد ده انا من النيالة مجد الجلاد ده في نيالة ابوه انصار سنة مقوم انصاري السنة والشيح انصار السنة في نيالة كلها اسم الشيخ عفاد بن حسن بطل البصري ابو اساو عفاد بن حاسن جات مملكة اشوف يعني بجلها جدنا ام الولد انصار سنة وابوه والله انا اعجبت جدا جدا مكراحة مكراحة في 2014 في المدينة بوري وكذلك السيد أبراهيم الشيخ يعتبر بالله لسان ومزري باللسان وماشاء الله يعني مفوه شكراً شكراً أريد أن أرى شيئاً هناك الكثير من المساعدات لإستخدام الناس قبل المساعدات المنزل 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 هؤلاء هؤلاء الأشياء من الناس وما قالت هنا لا نريد أن يكون هناك إسلاميين هل أنهم إسلاميين أو كوميونيين هناك مرحلة هنا مرحلة هنا مرحلة 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 ري 정도 ثم التدت المترجمات ترجمة نانسي قنقر 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 ومناصل الحركات المتحدة الأولى أن الإسلام سيتأثر بزوال الإسلاميين المتحدة السياسي والصرعة أعمق من ذلك وما وراه أشاعة ديدة يعني ما تشوف أن الإسلاميين عموماً هو التوجه عن الإفسار توجز من الإفسار من المشهر السياسي هو البيسي بيبلوم هادها بروف يعني في حركات عندها الإسلامين طبعاً في أطباب المدية لأنها قامت على أنظار الفندية غلوحة وهو سراعة مع بيسا وغنبين أخوّموا الطواغات الكيميائية واختصارية من عاملين من 1989 وطبعاً نكيد دوال مفلو كان صعباً جديداً لأنهم أخوانوا فندية جديدة والأحزاب الحالية التي هي جزء من الأعلاف الكبير هي فندية قديمة وهو سراعة السراعة سراعة من الصالح، هو سراعة طبعات ناصرة لكن الإسلام ما حدثت ما بيسوف أنه سراعة إسلام سراعة إسلامة وهو سراعة جسارة بخدرنا أصلاً من أنت حيستخد على السراعة من الناحية السياسية فأما غليلية الحص من العقود هما البيتوفيين نحي الأسر هو الدين طائم على الأفراد قبل يكون قايمة على الجماعة أمومة كبيرة وأنا كان سراعة من الصالح سراعة من الصالح أقول أنا لا أهتم بمصائر الناس فأنا أهتم بمصيري أنا أنا كفرد هو الذي مفهور على أنه ينفع يسوي دينه يطغنينه إن كان عن يهودية كانت أم نسيحية أم إسلامية من الصالح وهو صراع سياسي من درجة دولة صراع خبرات اجتماعية أفندية جديمة أفندية جديدة وتتخوف أيضاً من صعود أفندية أفرة ثالثة كما تتسيّد المشهد السياسي وبالتالي يمكن أن يحصل ريكونسبيات بين الأفندية كان مقراهين بالتأكيد ومع حفظة حملات التشويه وحملات على بعض الناس هم سيّد المشهد وهم تسيّدوا أفن فهلين حاجات من البرار فهلين حاجات فهلين حتك أعلم أنك سيديد فهلين حالما فهلين حاجات لا سيّدوا أفندية من المبات صورة وحاجات فهلين حاجات بعد الأنخارة أتوق المسهد منطق المسهد من خلال أفندية وهناً لأن كتاب مختلف Teresa البلادية وصفتح بالمدرس الأصبع الجميل المصنعيين والديكتابة بيجينيرية وصفتح اليوم والديوية كتابت بيجينية كتابت بنية يمكن كنت دحديم السلامي متحول الإنسان من يشبه من دحوال تسالى من الموظف وفي يذهل تسالى من الموظف سيبدأ بأن تسالى من الموظف من الموظف الأشياء منقض كذا ومن ثم نحن عدد منها المترجمات بإمكانيه لسرناعي لسرناعي لسرناعي. ويوجد قديم الانتجارات على الشكل. ويجب أن تقوم بإمكانيه المترجمات على الشكلية. ويجب أن يكون بالمترجمات على الشكلية المترجمات من المختلفة. أو المترجمات، ولكن لدينا مجتمع مدرسة الوطنة، لن يجب أن يكون مجتمع مدرسة الوطنة. وهي مجتمع مدرسة الوطنة، لن تجربة مدرسة الوطنة، لسي تقوم بمجتمع مدرسة الوطنة، تقوم بتحقية عظيمة لنرى على التقومة على المستقبل أن نفعلها في النقود يوجد اليوم وقد نعمل السائح كثيرا مرودون كم تعطين للمسادة 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 ومن المستقبل نحن نحن one هذا الغتران كم تعطين الوغم على المتعلق ، ويجب أن يكون لديهم مدار ، على التعليقات ويجب أن يكون لديهم المتعلق ويجب أن يكون مدارة أو يكونوا يمكنهم يجعلين من أجزاء التالي ألخبار الاتواردوني والمقاطي والأتبع بشكل شخص والمقاطي 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 والدينية والمقاطية ونجد أن تكون هذه المطأة جميلة شكرا جدا أسفل أهجب لك عن حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه الدولة المدنية في تنفيذ أو تطبيق هذه النود على أرض الواقع أنا أعتقد أن الشخص البعلي في السودان نحن عندنا تنوع إثني وطائفي ولغوي كبير جدا جدا في السودان فواحدة من التحديات التي تواجه الدولة القانون ودولة الحكم المدني هي أنه كيف نقدر ندير التعددية دي أو التنوع دي الـ diversity لأنه النظام السابق هو كان يعني نظام شمولي نظام استبدالي نظام ديبتاتوري وكل الأوصال دي تنطبق عليه فما قدرش يدعامل مع التنوع ده بصورة تسمح أنه نقدم القيم والمبادئ الوطنية على كافة الانتماءات القبلية أو الجهوية فنحن محتاجين في الفترة الجاية أنه نجلس مع كافة كونات المجتمع السوداني ونذير حوار حوار يكون بناء من أجل إعلاء القيم الوطنية يعني الصحيح لما نتكلم برضو كمان عن الهوية السودانية أو الحادثة الصحيح نقول لنا السودانيين وأنا عاوز أنه الهوية ستتشكل إن شاء الله قريباً تقوم منها على الأساس زي ما أكد أخونا المداخل قبل شوية أنه لا بد أن نجتمع حول السودانية كمفهوم بوحية الاجتمع السوداني بكافة أطيافه السياسية والعرقية والحزبية فدي مزألة لا بد من أنه نأخذ بعين الإحتمار على أساس أنه نرسي القواعد الهيكلية أو الإنسانية على أساس أنه السوداني يكون بلد مقدم وبلد فيه حبيات وبلد يكون فيه ديمقراطية يعني زي ما قلت قبل شوية أنه النظام الفات هو كان بيعمل على أو بيطبق السياسة لتفرق تسد السياسة بيجعل أنه أي ذول متمسك أو متعصب ومتطرف للهوية الصغيرة اللي هو بنتمي لها ويدافع عنها باستباتها ظالماً أو مظلوماً يا جماعة وهذه حقيقة لا بد أن نوضيحها فالآن أنا أعتقد أنه أمامنا فرصة تاريخية لمعالجة الإشكالات التي خلقها النظام البايت أو النظام المنهار فالسودانيين الآن محتاجين لمؤتمر جامع ندعو فيه كل مكوناتنا ونتحاور حول وثيقة عقدي اجتماعي جيت هذه الوثيقة ستلبي إن شاء الله تطلعات الشعب السوداني وتكون هي جوهر البستور سوف نسيره أيضاً فده المحتاج اللي هو الآن ما عارف كيف واحد من الإخوة سأل عن إنه مزألت الدين في الفترة الجاية وموقف السودانيين من الدين ومن الإسلام السياسي هل هو حي أدي لإخصاء لكل الحركات أو التيارات الإسلاموية؟ له السؤال جاء عليش بيسر حسن أنه هل الإسلام ما الإسلامين هل الإسلام ذاته هيتأثر؟ طيب نحن فرج ما بين شيئين ناس يعني الأخو هو صحيح نثلي في السؤال قال إنه هل الإسلام كديانة موجودة في السودان هل هتتأثر بالانتقال للمرحلة الديمبراطية أو المدنية؟ اللي هما بناس بقولوا كبير مرحلة علمانية من تاريخ السودان في أسواق بقول إنه لا بد من حكم علماني وفرق فيه بين الدين والدولة طيب الحاجة اللي الناس كتار ما قادلين يفهموها برق ما بين الدين الإسلامي والمسلمين وما بين الإسلاموين أو مناظري الإسلام السياسي اللي هما بيستغلوا الخطاب الديني في إنهم يحوزوا على السلطة وإنهم في الحقيقة ما بدعوا لصبيق الإسلام أو الشريعة الإسلامية أو كده دي شعارات مفرقة يعني ما محققة وكلام ده يعني عم تجرب نظام الوطني وهو مثل الحركة الإسلامية في السودان ظل في الحكم لأكثر من ثلاثين عاما وهو يمارس أشكال مختلفة من الاستبداد السياسي ومبارس نوع من الاستقابات اللي هو خلى إن الناس الآن بدأت تأخذ موقف من الدين أنا أكون سريح شوية لأن الناس أشهر لين الزمن الانتقال للمحلة الديموقراطية ما حيأسر على إسلامنا إن إحنا كسودانيين لأن الإسان السوداني هو بطريقة العالم يعني متديين وأقرب مثال للكلام ذا عندنا السودانيين في شتى أنحى العالم متواجدين في دول العلمانية كبرنسا وحتى إسرائيل والملايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيره وغيره وهم ناس محافظين يعني يحترموا القانون جدا جدا وبإشادة المجتمعات الغربية نفسها إن إحنا التديلنا كالمسلمين هو ما بيتناقط مع تقبلنا واحترامنا للقانون بتاع الدولة هذه نقطة المفرطة كانت واضحة وأكد على أن الإسلام أو الدين الإسلامي في السودان ما حيتأثر من ناحية إخصاء أو أن يمارس عليه النوع من القمح ما حيتأثر لأن الناس اللي بحكم السودان هم أصلا يكونوا مسلمين أو غيره أو غيره لكن بنضع أن إحنا قادرين أن نسيق قوانين تحترم كل الديانات تحترم كل المعتقدات ودي مزألة مفرغ منها فشكرا كثير على الفرصة بيه و أدو مقرفة لي واحد تاني كمان؟ نعم سيدة أشكرا أسهل أسهل و أعطى أعطى أخي لديه المقارقة الذي سأتحدث عن الإسلام قال أن الإسلام ستكون متأكد من الرجم الأوام هذا سيقول أن لنا سأسألنا لماذا لا نسألنا بإعجابنا ستكون التشريطة إسلام لماذا ننشع في المقارقة؟ لماذا نرى أن نرى الإسلام؟ لذلك بعض الناس ليس مسلمين لماذا نحن فقط عن الإسلام ما إذا كان الإسلام أفضل ماذا سيحدث؟ لماذا لا نحن فقط عن الإسلامية؟ لذلك سؤال أسئلة سيكون لديك لذلك الرجيم الماضي كان الإسلامي كان عباسي والكريسانية لم يتغلق هذا يعني أن الإسلام لا يتغلق على الإسلام إذا كنت أصدقائي لا يتغلق سمب الأزم شكرا جزيلا سيد محمد لديك أخير أخير أحب أن أخير أخير أن أخير كانت تحديثة عن الإسلام والمقاعدة وما سيحدث في سودان سودان أخير 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 أخير